بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت واضح والصورة واضحة آآ الكورس التاني معنا في آآ في الصوت واضح يا جماعة? اه لو بصنا هنا في المادة العلمية اللي هي صغيرة خالص. يعني المادة العلمية ما فياش فطبعا مش هنقدر بنشتغل من بوست تلاتة وعشرين صفحة دول. هاجل معرف نفسه واستخدم الكيبورد بدل الماوس. ويعني حاجات ملهاش اي علاقة فهو الكورس عملي. يعني هو الكورس الكورس الكسيل عملي جدا. والمفروض نقفل يعني بنعمل وعايزين نخش بقى على الكسيل نفسه. يعني عايزين نخش على الكسيل نفسه. هو مقسم الكورس. يعني كل كله بيتكلم على الاكسيل. الصوت واضح يا جماعة استاذ محمد. الصوت واضح في مشكلة في الدخول للحاجة. في اه في شات يا جماعة لو في اي حاجة الصوت مش واضح الصورة. يا ريت. طيب ممكن الحقيقة تكتب عشات. ممكن نكتب عشات عشان بس احنا بنسى. تمام واضح طيب تمام. طيب الحمد لله. طيب اه زي ما اتفقنا كده ان المادة العلمية لو بصت فيها تلاقيها مختصرة قوي وهو بيقول لك لا انت لازم تحاجي ايدك على الكسيل وتكتسب المهارة. يعني هو شئتها مقابيت. يعني كورس عملي فما فيش كلام هيكلم يعني مش فيش كلام هيقوله. عمال يقول لك يا واخبا لك الريبو نهوت والبتاع فالمادة العلمية زي ما شفناها كده. مفياش حاجة خالص يعني تقال يعني. فلذلك احنا فتحنا الكسيل. وهو الحمد لله عندنا تلتمائة خمسة وستين زي اللي عنده يعني اللي هو يعني بيتحدث على طول طول ما انت لديك اكاونت والحمد لله تقدر تخش وتقدر تتكلم فيه طب تعالي بقى نقول باسم الله ملاحظم ونبدأ نتكلم فيه يعني الكورس الكورس بيقولك انت لازم تفهم وكان نداك كده تقديمة وقالك انت لازم تتحرك بالكيبورد مش الماوس الكيبورد مش الماوس علشان ما تقعدش تشيل ايدك من على الكيبورد وعلى بقى ما تمسك الماوس فيه حاجات بسيطة يعني مثلا اما تحط ما تعمل شيت جديدة تحتاج الماوس بتاع لكن انت طول ما انت شغل في الشيت خلاص انت يعني شغل بالكيبورد عشان تبقى اصرع عشان تبقى اصرع ومحتاج المهارة دي فهو احنا محتاجين بقى كلنا يعني اللي حاضرين معنا يعني ان احنا يعني نبقى قدامنا الاكسل وكل حاجة مهما كانت بسيطة يعني احنا كلنا اشتغلنا على الاكسل فممكن تقول لي ده الكورس ده بسيط قوي وبتاع مبادئ اللي مش عارفه وبتاع احنا هنعتبر نفسنا من الاول خالص وهتلاقي بعد كده فيه تقدم سريع يعني هتلاقي فيه حاجات ادفانسد قوي بس خا ابدأ مرة ايدك فعلا ان انت تشتغل به الكيبورد ومش الماوس وبعد كده هتلاقي نفسك بقى تقدم خلص ايدك تعودت يعني هتلاقي ايدك تعودت على ان انت تشتغل من غير من غير الماوس طيب نقول باسمال احمد الرحيم هو ايلك اول حاجة لازم تتعلم اللاي اوت بتاعت الاكسل اللاي اوت يعني ما تفتح الاكسل هو ايه الاكسل هتقول لي مسلا الملف ده اسمه يعني ورقة عمل مش ورقة بقى الشيط هي اللي هو يتعمل عفوا الووكو بوك ده دفتر دفتر كبير ممكن تحط فيه ورقات كتيرة قبل كده كان بتبدأ هنا تلاقي شيط وان شيط تو شيط سوي ولكن هنا مسلا هتلاقي الووكو بوك ده مكون من شيط واحدة انت ممكن هنا بعلامة الزائد تضيف شيط كمان بس انا عشان مسلا شيلت اتنين وتلاتة فابدئ من اربعة شيط تلتة شيط رابعة زي ما انت عايز طيب جوه شيط شغلك كله هتعمل سواء يعني تعمل قوائم مالية تعمل جداول تعمل حسابات او تعمل بقى ايه شغل للشهادة فانت محتاج المهارة دي لان فيه يعني فيه كورسات كتير او في ال FNVA محتاجة منك المهارة دي يعني محتاج تبقى صنايع اكسل يعني تخالي انت راح تعمل تحليل مالي او تقييم شركات كبيرة فيها موج وابتاع ومش لازم باتقول لهم هتقولي بقى برنامج بروفيشنال عندك ويندوس وكسل بس انا هوريكو دلوقتي تقارير عاملة ازاي وحاجات ما شاء الله جميلة من ولا حاجة يعني انت مش طالب حاجة كبيرة انت جهاز فيه ويندوس وكسل خلاص هتشتغل طبعا فيه ARP Systems وفيه برامج للتحليل وفيه برامج للمراجعة وفيه برامج حديثة وفيه برامج ملايين والألفات الماليين من البرامج المحاسبة اه لكن ريكسل وماشى بتقدر تفصل اللي انت عايز فتعالا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نشوف مكونات الكورس بقولك اعفل ليه قوت وبعد كده نفهم الريبون دي اخر حاجة اخر تطورات المفروض ده تلتمية خمسة وستين بالتعديلات بتاعت يعني بالتحديثات بتاعت النهيو ده نحدسه تمام وزي اللي هو بشرح منه ممكن اللي يشرح منه اقدم شوية وبعد الريبون وكل اللي قدامنا دي محتاج ان هو يشرح وال والحاجات دي وبعد كده هنبدأ بايكلم في اعداد مسلا قايمة مالية ازاي تتعامل وتكتب وكده فلو انت هتشرح هقولك ان ان انت لازم تاخد بالك من اللي اوت اللي اوت دي ايه عندك منطقة العمل اللي هي المنطقة البيضة دي وعندك هنا اه يعني حاجة اسمها الريبون الريبون دي هي القوايم والازرار اللي تحتها دي دي اللي قدامك دي الشيت وزي ما قلنا الووكبوك فيه اكثر من شيت ممكن تحط فيه شيتس كتير تمام اه وتسمي كمان يعني انا ممكن اقول هنا مسلا ايه اه مثلا اه قيمة الدخل تعالنا نعمل هنا قيمة دخل مع بعض او مين قدامه دلوقتي من دلوقتي قدامه يقول لي انا هبدأ اعمل شيتة سميها وشيت تانية سميها يا جماعة محتاجين المهارة دي لازم تكتب لازم الله ينور استاذ محمد دي ما شاء الله بتفاعل معنا على طول وما تقول ليش بتهبد انت عشرة العشرة ما شاء الله حتى لو غلط بس ما ما بتهبتش المحاولة عشرة العشرة طبعا اعمل بقى زي ما عملت كده يعني اعمل شيت شيت تانية انا باخد دي ايه ما تدين لو هعمل بص اعمل قوام اعمل ايه لمحل العصير انا بعمل ايه المصوفات اللي وضعت ناصر المصوفات تديني ايه الربح حلو الربح ده هعدل بي اه اه صح بتاع الرجل صاحب محل العصير وبعد كده ايوة اعمل الله ينور بس الاف اس دي اللي هي كلهم بس قيمة الميزانية البالانشيت ماشي البالانشيت او اللي هما بتوع بيحب يقولوا كده لكن بتوع الجاب بيحب يقولوا لسه لغاية دلوقتي بيسموها طيب يلا عم اكتب بسرعة بعد كده بسرعة او بسرعة بسرعة صح كده ولا انا بتاعي غلط. ها مين عمق مين نفذ على الاكسل بتاعه? لازم تكتسب المهارة لازم. ما تعودش تفرج على ده يعني كرسي عملية. انا هسيبك ثانية هو الله ينور مش الله شغال. وبرضو الاستاذ زحمة كله يشتغل. ليه? ده كرسي عملي. مش هنقعد نحكي زي مبارح مثلا في النظري والنظريات والماتريكس والكلام ده. فهي مهارة انت عايز تاخده. انت كتبت الانكم سيبك ملكشف له يعني خلينا نقول دلوقت انت هتعمل حاجة صغيرة خالص? هنعمل يعني يا راجل اراداتنا اسم الصفات طلعنا ربح. عدلنا طلعنا الجديد. هنعمل باي? اس اوف بي. statement of financial position. انا خلينا نسمى بالانشيت يا عمري. اهو بالان. عشان الناس دول امريكان وبتاع. مش اوروبين. عفوا. تمام كده? خلينا اللقتي في التلات قوائم البسيطة دي. حتى فيه هنا في كزا كورس عدد التلات قوائم الاساسية والكلام ده. طيب. قبل ما نبدأ. بقى نعمل الحاجات دي البسيطة دي مع بعضينا. تعال نشوف هو انا اللي قدامي ده ايه? لو واحد مش عارف. لو حد مش عارف خالص اكسيل. الصوت واضح يا جماعة. الصوت واضح بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت تمام? طيب تمام. الحمد لله. آآ آآ بسرعة كده نقول له بعض ايه. آآ بص يا عم. القماشة اللي انت بتقول لنا عليها قماشة. هو وجل قالك فيه هنا عندك آآ زوم زون ان وزوم اوت. تعملها بازاي? بكنترول. آلت. آآ ماينس وبلس. كده زوم آآ 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 انت كنترول معقلت. ماشي? زائد او ناقص. ده يا لك ده اول شيء اتكتب علمه لك. عايز تكبر الكلام او تصغره. ماشي? طيب. بتقول لي بص انا واقف في الخلية اللي اسمها اياه موفق جي ستة. ايه ده بقى? آآ اقول لك بص احنا اتفقنا ان اللي انت بتفتحه ده. في الاكسيل ده وورك بوك. حلو? بيتكون من احنا دلوقتي عملنا تلاتة شيت. واحدة سميناها وواحدة سميناها واحدة سميناها بالان شيء. حلو? آآ. طيب. دول ايه? دول تلات صفحات في الكتاب الكبير. الكتاب اللي هو بلا في الاكسيل ده. تمام? تمام. طيب كل صفحة اخد بالك لها امكانات جبارة. ما تفتكرش ان هي بسيطة جده. ايه يا عم? قال لك دي بص فيها كمية اعمدة عاملة ازاي? آآ. بص. اعمدة اعمدة كل دي اعمدة تعمل كنترول. ساهم يمين? ودك اللي اخير عموة كنترول. ساهم شمال? ودنا آآ. انا مش فاكر هم كانوا الاول متين ستة وخمسين. مش عارف دلوقتي تضعفه ولا ايه كل شوية? ممكن نخش نشوف. تعالوا نشوف دي الاعمدة. ماشي? آآ. تعالوا نشوف يعمل كنترول. ساهم التحت. بص اداني هنا كم? مين اداله هناك مع جماعة زي كده? واحد مليون. واحد مليون. تمانية وربعين الف خمسمائة ستة وتمانين صف. مين عنده آآ اكسيل تلتمائة خمسة وستين? آآ. بالمناسبة الاوفيس ممكن تحصل عليه بايميل جامعي. بص يا جماعة انا هو. اسمي هو موفق احمد علي عوض. وده الموفقات الومني دوت سي يو. لهي كايرونيورستي دوت اي ديو دوت اي جي. تحصل عليه مجانا من ميكروسوفت لو معاك ايميل جامعي من الجامعة بتاعت الجامعة القاهرة اي جامعة. واخب بالك. آآ. نفس الرقم. الله ينور. ما شاء الله. الناس اللي بتطبق معايا دي برنسات. ليه? ليه بقى برنسات? هل احنا مسلا عيالة صغيرة عام لسه نبدأ تاتا تاتا واحد? لا. اللي اقصده ان انت اه لو قاعد مستمع ده من اصغر كورسات لاتبر كورسات. صدقني ما بتحصلش عشرين في المية. لو بتشارك يقول لك المشاركة انت تسأل وتجاوب وتاخده دي في الكلام. النسبة بتطلع مش عارفة يمعين في المية ولا خمسة. لكن لما تطبق بقى كورسة عاملة زي ده. كل حاجة نروح نعملها وتشوف تقولي الرقم بقى مليون كم? احنا قلنا كام 48,576 صف? كل شوية بيزودوا على فكرة. اه عايز اعرف الاستاذ محمد بيقول لنا عايز اعرف اني فيوجين. احنا انتفقنا ان اللي مستمع بس ما بيحصلش عشر والعشرين في المية من اي كورس. مهما كان سيبك من عملي او نظري بتدرس سي ام اي ام بي اي دكتوراه. بتدرس اي ابسط برامج عندك في الكمبيوتر. لما بتقعد تسمع بس نسبة التحصيل عشرين في المية تلاتين حاجة زي كده. اه لما تسأل وتشارك وتاخد وتدي في الكلام النسبة بتتضاعف. لكن لما تشارك وتطبق صدقني هتاخد يعني هتبقى حاجة ممتازة جدا والنسبة توصل تمانين في المية تسعين في المية. ولاي الاول اللي هتنساها. اه اه شارك واغلط المشكلة. تعالوا تشوف. وهنا استاذ محمد بيقول لي ما عرفشي الاكسيل لاني فيوجي. انا انا ويرت حوابكو. هنا اسم البتاع وهذا سميه مثلا هنا ايه? اه. خلينا نقول ده دفتر دفتر او مثلا ده اه احنا هنا ممكن نسميه هو بوك وان ده ده اللي هو اللي بيسموه ايه ديفولت باي ديفولت كده بيسمي بوك وان بوك تو بوك سري لو انت فتح كم ملف اكسيل في نفس الفولده هيعمل كده. لكن لو انا عايز اسميه عايز اسميه مسلا ايه? او قوائم مالية احنا بنعملها. اول قوائم مالية احنا بنعملها? ماشي? ماشي عام. سايف على كده سايف. وهنحطها فين? خليها بعدين بقى نبقى نعميها في اي حتة. حتى على الديسكتوب. انا عندي الديسكتوب بزحمة. مش مشكلة. خلص سمينا ماشي? احنا كده شفنا هنا احنا بنسمي الفايل مني. هنا شفنا لما واريت لحضرتك هنا ده اهو اه بتاعي الافيس واريتك ادي الاسم بتاعي وادي الايه? الايميل اللي داخل بيه وقلت لحضرتك لو انت عندك اه ايميل جميع تقدر تاخد الافيس مجانة. تعال نشوف بقى السؤال بتاع الاستاذ محمد نور الدين ما بيقول لك انا مش عارف كام. لو دخلت مين شايف? ها? مين او مين يقول هنعملها ازاي? نجيبها منين? عادي عادي. نسأل ما اناعرفش ان مش مشكلة. الاسئلة بيقول لك بتعمل حاجة اسمها عصف زهني. احاول افكر هتجي منين يا ابني لازينها موفقة يجيبها منين. مش عمال افتكر افتكر. عارف عصر الزهني ده بيخليك لما تشوفها بقى قدامك ما تنسهاش ابدا. لكن لو انا قلت لك اهوة بص يا عمد يدوس هنا وبتاعه وخلاص جبتها. فايل اوبشن لقى غلط. بس كواه اي سنتا بتحوقس من لم عشرة على عشرة. هتخش من فايل للاكاونت. انت عايز تعرف الاكاونت بتاعك فيه هنا مورة هوم علش عشان همكبر الشاشة قوي. شايف هنا دخلنا من فايل لاكاونت. اه بص الاكاونت بقى هنا قال لي ايه? الاكاونت هنا متشافة دي. ايه والله نور عليك. الفايل وتخش على الاكاونت. اه بص هنا بقى ايه ادك تفاصيل الحساب ده اوت. لو انا مثلا اه اوفيس بتاعي مش عايفة الفين و اه و ستاشر الفين مش عايفه كام. هتلاقي هنا بقى مكتوب او موفق احمد علي وداخل بالاكاونت دوت. و اه ده بودكت من ميكروسوفت للناس اللي هم في التعليم. واخب بالك. اه كلمة اهلني مهنة اللي هي في في الايميل دي اللي هم خرجين الجامعة. يعني خب بالك انت مش لازم تكون بتعمل مجلسي ودكتوراه عشان تاخد. لأ انت لو واحت الجامعة بتاعتك قلت لهم انا خرج. هي ممكن يدو لك برضو الايميل الجامعي ده. تمام? اه زي الفل. احنا هنا عرفنا ازاي. طيب تعال بقى نرجع بقى تاني واحنا عايزين نتعرف على. احنا قلنا ان احنا بنمشي. كنترول. تودينا اخر. اول صفة فوق خالص. كنترول بسهمل تحت. نزلنا تحت عشان نقف عندي كم تخيل لو انا عايز اعمل قيود يومية. انا عندي في كل صفحة مليون. مين هيعمل مليون قيود يومية? ماشي. اطلع بس يا عم. وادي الاعمدة. ممكن نبقى نخش على الموقع ميكو صفت النعف وما كان عمود. كانوا الاول متين ستة وخمسين. مين هيعمل? هتعمل ايه باكتر من متين ستة وخمسين? بس خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم انت بقى لما توقف هنا دي? بقول لك بص انا بقى ايه اللي بتتحرك دي الخضرة دي? دي السل. اه. اللي هو بسموها الاكتف سل. اه. كل الشي كل القماشة اللي قدامي دي. اه سلات. سلات يعني ايه? يعني خلايا عبارة عن تقطع العمدان بالصفوف. يا نهر يا بياد الصفوف لهم مليون صف ده? اه. يعني عايز تقولي ان انت عندي مليون خلايا? لا يا عمي. مليون خلايا ايه? ده انت المليون في عدد الاعمدة. اه. يعني عندك متين ستة وخمسين مليون خلايا? اه. كلهم تقدر تشتغل عليهم كلهم. ويمكن يكون العمدة اكتر. كل الشي يطوره. حلو. طب ايه بقى ايه اكتف سلي? دي احنا عرفنا السلي. اللي هي? تقطع العمود مع الخلية. مع الصف. اما ايه الاكتف سلي? الاكتف سلي اللي هي اللي انا واقف عليها دلوقتي. هتلاقي بص العمود بتاعها منورة هو الصف بتاعها منور. تلاقي هنا مكتوب هنا ايه? ايه تو. يعني ايه ايه تو. العمود ايه ايه? تقطع مع الصف تو. فهي دي بقى ايه تو. حلو. يبقى اسمه النيم بوكس. النيم بوكس راعم. اللي هو انا واقف هنا. تخيل مسلا انا كاتب هنا مسلا ايه? يالله نكتب. بسيطة خالص. هتقول لي ايه? خلينا نقول بقى يعني نبقى جدين شوية. انت بتقول لي الايه? مش درس محاسبة بس ماشي. بص انا انا الكلام هنا مش مكمل. لو عملت هنا هياخد الكلام في العمود. تمام? طيب. اه خلينا نعمل الحسابات دي بعدين. بس احنا دلوقتي بنعرف ايه? لما انا واقف على الان كلمة دي في الخلية كام? مين يقول? دي الخلية دي تلاتة. يا سلام انت غشتها لان هنا فيه نيم بوكس? لا. لانها دي تقطع العمود مع الصف. حلو. يعني انا لو وقف في اي حتة. وعايز وبعيد خالص ومش شاف حاجة. وروحت هنا. وروحت كاتب ايه? تلاتة. اهو حلا? اه. هي معلش يا دي تلاتة. لو انا في عيد وها? ومتكاتب ابص اهو. كاتب دي تلاتة. اهو حلا? اه رحت له هو. شفت ازاي? بيبقى انا كده ببدأ افهم. اهو الاكسل ده عبارة عن ايه? اعمدة وصفوف وتقطعهم بتاعهم هو الخلايا. اه ده اعمل حاجات كتير في الخلايا. اكتب كلام زي ما احنا عاملين. واحط ارقام. واعمل اه شارت. والحاجات دي كلها هنعرفها دلوقتي. طيب كلام جميل. بيبقى ايه تاني? دولي بقى بص. اه اه اه. في قدامة هنا في اف اكس دي اللي هو اقدر اعمل منها انسيت فونكشن. وفي حاجة تانية بتظهر اللي جوه في الخلايا. ايه الانكم استيتمنت المكتوبة هنا اقولك دي حاجة اسمها اه فرميولا بار. يعني ايه فرميولا بار? يعني اللي مكتوب في الخلايا اللي واقف عليها اللي اسمها هنا اف اربعة دي هيزهر في الفرميولا بار. خلينا نكتب مثل خمسة. اهو بص. الخلية اف اربعة اسمها هنا اهو. النين بار اف اربعة. لكن محتوياتها مش هيزهر في النين بوكس هيزهر فين? في الفرميولا بار. حلو حلو. هتعرف دلوقتي الفرميولا بار دي ان هي لها حاجات خطيرة. ممكن تعمل بها حاجات خطيرة جدا. من من الجامعة البسيط واحد اتنين وتلاتة لغاية برمجة وفي بي ايه برمجة اكسل وعفراتة يعني وزكاة الصناعي وويلة ادب. ها 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 هدحك يعني عشان ما نزهقش من الحد يكون مسلا ايه الشاطف في الاكسل ايه ازا من الكلام دول. طيب ماشي يا عم. خلاص انت قلتلي كده اتنقل ازاي في الشيت وايه محتويتي الشيت الصفوف وعمدان والاكتف سيل هي اللي انا واقف عليها اهو بص الاكتف سيل هنا دلوقتي كم? مين يقول لي? مين يقول لي اسمها ايه ومكتوب فيها ايه? دي خمسة برافو مكتوب فيها ايه? ايه النت سيل زر فينيو? ايه النت سيل زر فينيو ده عم ما افهم عليش اللي بيفهم? الله ينور يا سيد محمد. اللي هو النت سيل زر فينيو صافي اه ارادات المبيعات. طب قول انت بتقول ليه ليه سيء النت وبتاع? هقولك اصل المبيعات ممكن تكون ايه? انا تيجي اه 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 اتجعلك القميز ده انت بتبيعه نصبا اقولك القميز ده والله فيه ديفو معلش فيه هنا بصي حتة دي مش حلوة. وآه قال لي ممكن اتجعه وتغسل من السيلز وممكن تقول لي لا احتفظ به بس بدل ما بثلتمائت جنيه اه 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 اجعلك مية اكينك اشتويته بمتين بس عشان. شوف ازاي? يبقى السيل زي ديسكاونت غير السيلز اللوانس غير كل دي عندك انت كم قلتلي والله ما شاء الله خمسة مليون دولار طيب الله مبارك ايه ده بقى اللي انت بتعمله ده انا كده بوريك ان انا اقدر اكتب اه اقدر اكتب كلام واقدر اكتب حروف بتاع ده قصدي اقام قال لي دي كابت المسا عشان يبقى لها ايه ما كده وان ديها ايه بولد راجل يقولك بعد كده ما تستخدمليش الماوس خالص هنشوف دلوقتي ازاي ما نستخدمش الماوس طيب النيت سيلزر فينيو ناقص الايه الكوست وفجود سولد صح تكتفت تكلفت البضاعة المباغ ها مين بيعمل معايا مين بيعمل على الاكسل بتاعه مين اللي بينفز بيطبق اشترى البضاعة الراجل اشترى البضاعة ده بتلاتة مليون يبقى كسب كام مش عافين يا عم احنا وبنعافش نجمع اه نسب كسب كام ما الله ينور ما شاء الله اللي بيطبق ده هو اللي يستفيد ان شاء الله حلو اه هيعمل ايه الجروس بروفيت الجروس بروفيت ماشي اه عندك شاط ما الصفات تانية بكام بخمسمية الف خلاص يا عم على طول قولي بقى ده نيت بروفيت وخلاص مش عارف مش عارف ما بعرفش اجمع انا بلك بص يا عم موفق انت عمال تكتب وانت بتكتب غلط ما تقول لي ما تقول لي حاجة اه اقول لي ما ما تدوس يعني لما تيجي تمشي وفقيا دوس ايه دوس تاب ولما تيجي تنزل تحت دوس انتر ازاي يعني تخيل ان انا عايزة اكتب المنظر ده بدل ما بدل ما اعمل كده هوت وامشي بالسهم واخد بالك وامشي كده وتنزل مني وامشي واعمل كده واعمل كده واخد بالك معلش انا بعمل لك الغلط عشان تشوف شكل شكل وعمل ازاي وبعد كده هوريك الصح انا عايز اعمل من واحد لتسعة في هزي المربعات ليه اعمل كده ها طب ما اقول لك حاجة طب ما انا هبدأ او مقايل واحد تاب اتنين تاب تلاتة لما دوس انتر هتوديني يعني تحت واحد اربعة تاب خمسة ستة لما دوس انتر بص وداتني فين اهو يبقى انا كده ورحت بسرعة وانا بدوس تاب لما بنقل على السطر التاني بدوس انتر ماشي ماشي تعالي نعمل القائمة الداخل دي تاني بالشكل ده ماشي يعني احنا الوقت بنعرف ايه بنعرف بس الشكل الاكسل اللي ايه قوت وبنعرف ايه ان ان احنا نقدر نتحوق فيه ازاي عملنا شيتات وغيرنا اساميها عملنا ايه تاني ايه ان دي اسمها بيبقى موجود هنا في ومحتوياتها بتبقى موجودة موجودة في ماشي لسه مجناش بقى جنب وتفاصيل الاكسل والحاجات اللي لسه احنا لسه بس بنعمل ايه تاتا تاتا كده بسم الله الرحمن الرحيم ماشي يا عم عايز ايه هنكبر دي شوي ممكن نشيل الصف ده خلص طيب الجامع بقى والطرح الجامع والطرح تعال انا معلش عشان عمومفة ما زعلش نشيل الكلام ده كله وانا واقف قدام النت سيلز ريفينيو هدوس تاب تاب واكتب خمسة مليون وعددوس انتر وهنزل تاني انا كنا قايلين اتنين مليون اولا تاتة مليون تلاتة مليون. عشان يبقى منطقية شوي. احنا مش عايفين كام لسه نخليه ويحسبه لنا. بص ازاي? قلنا يا راجل ده عنده خمسمائة الف مصايف مسلا اه ايجار ومياه وانارة وحاجات مين دي? اه طيب. قال لك بص بقى. الواجل لما جي اتكلم قال لك في الكورس يعني او بيرغي مش عايف تلات ساعة ونص بس المهم اه قال لك الجامع والطرح تقدر تعمله او اي فرميولة اي فرميولة تقدر تعملها بتلات طرق. اولا. ان انا اقدر اقف هنا مثلا لو عايز اجمع. لو عايز اجمع. خلينا دلوقتي احنا هنا مفروض. المفروض ان دي نطرح. دي نطرح. بس احنا بنقول لان لو عايز اكتب صم. حل? وافتح قوس. واجمع اللي فوقها ده كله. وادوس انتر. ماشي? وفي غلطة لان احنا ما افدناش القوس بين. ما عليش نكتب الفونكشن تاني. شما فاتش القوس. بس يا انا لو هنجمع هنجمع هيدينا ايه كام? تمانية مليون. صح? طيب. قالك ان كمان ممكن اعمل بطريقة تانية. يعني ممكن ان انا ادلت دي واقول هي فين ال اكتف سيل اللي انا عايز اقف فيها هي دي اه. اتفقنا ان الفوميولا بار ممكن اقوم صم واكتب الفونكشن اللي انا عايز اعملها. دي ابسط حاجة اللي هي. دلت الجامع دي. كل الارقام اللي فيها واقفل القوس. ودوس انتر. دي تاني طريقة. قالك تالت طريقة ان انت تقدر من دي. تحط مسلا ابسط حاجة ده اللي تتجمع. تمام? وهي بتجمع اللي فيها. وهي بتجمع اللي فيها. بس يعني هي ايه ما اخدتش من اه من اربعة اخدت من ستة. ممكن احنا نعدل اف. الفاربعة. طلعت باودو التمان تلاف. ماشي? يبقى هو بيقول لنا كزا طريقة. في انا ممكن اقول لك طبعا اقبع هم لهاش في الكورس ان انا اقدر من هنا ادوس او من من يعني من اهو اقدر ادوس آآ وبرضو اعدل الرينج لان هم مش متصلين هو المتصلين كان جاب لك الرينج كله. وادوس اداني باودو التمان تلاف ادي ايه اربع طرق لان انا اعمل فرميولة. ودي فرميولة بسيطة خارس اللي هو الاوتوصام. عاليش هنوقف ثواني للادان? ونرجع تاني. مرحيم. آآ الصوت واضح كده الحمد لله. طيب آآ هنعمل بقى زي ما قلنا كده يعني نعمل فرميولة بسيطة ان احنا نعمل بقى ايه نطرح من تكلفة البضاعة الموباة اللي هي عشان نجيب موجمل الربح. تمام? اي آآ اي خلية عايز تكتب فيها فرميولة او جامع وطرح او او اي معادلة اي يبقى لازم تبدأ بيها بالايه? بيساوي صح? وبعد كده تقدر تروح لي والدوس ناقص وتوقف عند هيديني الجروس بروفيت اللي هو لتنين مليون. تمام? طيب النيت بروفيت نفس الكلام. مين بيطبق معنا? ها مين بيطبق? علش? علش? يعني هي آآ حاجات بسيطة. ممكن حد يقولك يا عم دي حاجات بتاعية وبتاعها. انا بنعمل حاجات اكتر من كده. بس هي ايه? يعني اه واحدة واحدة زي ما قلنا كده نبدأ اه نشوف اي بقى والحاجات اللي هو بيقولك خالص وعايزك تبقى فريت لان كورسات كتير معتمدة على تمام? فتعالا واحدة واحدة مع بعضينا هنا بيقولك هو هنخش نجيب النيت بروفيت صف الربح بيساوي كام? بيساوي الجروس بروفيت? عملنا يساوي يبقى كده فهمني دي في رميولة او جمع وطرح. ماشي? مش ايه? له كلام ولا ارقام احنا هندخله. آآ آآ الجروس بروفيت ماينوس الايه? الاكسبنسز. يقدانا ايه? الواجل ده كسبان الحمد لله كام مليون وخمسمائل. تمام? تمام. طيب. آآ مش عاقف دي كام القعوم مليه? واللعبة جميلة وحلوة ونربطهم ببعض. ولا هو الراجل دخل على الريبونز. الريبونز بقى ايه? اللي هو اللي قدامنا ده. المنطقة اللي فوق دي. آآ كان زمان ايام بقى الاوفيسات الكتير اللي طلعت دي اكس اوفيس اكس بي ومش عالف ايه كان آآ بيحط لك مينيو وساعدتوا البار. فهم دمجوا بقى دمجوا المينيو مع التول بار. نفس وظائف والكت والمش عاقف والكوبي والموجودة في الايه? في المينيوز وموجودة في التول بار. فقالك بس يا عم ولا مينيو ولا تول بار. هو برضو ادواتة يا تول وكل حاجة. ولكن سماها ريبون. يعني ايه ريبون? يعني كل مجموعة بقت في تاب. تاب. دي كده كل واحدة من اللي انا بدوس عليها بالماوس تاب. بس واجبه لك لا يا عم وانا بلاك رمج. انا عايزك تبع فريد في الايه? في الما اشيل ايدك من عماوس اقول له حاضر. شلتي دي من عماوس. هتعمل ايه? عايزين نكبر او نصغر. بكل شوية يقول لك تعمل زوم ان وزين وزوم اوت. ماشي. عايز اخش جوة الهوم. يبقى دوس الت. بص لما دوست الت ايه اللي حصل لي? مين خد باله يا جماعة? مين خد باله لما دوست الت? دي بقى اللي انت محتاجت اتعرفها. اف ده انا عايز اغير ان دي حاجات حلوة فلوس تجيلي. حل? يبقى عايز اخش من قلت اخش جوة الهوم. حل? اخش جوة الايه? الاف سي اللي هو الفيس كولر بتاع الحرف. بدلا ما هو باللزق. عايز اخليه مسلا بالله خدر. ده اراد يا عم وحاجة كويسة. ماشي? بقى اراد وبقى كويس. اه تاني? تاني? ها? انا ما مسكتش الماوس خالص. مين يعافي عملها من غير ما يمسك الماوس? ها? هندوس على ايه? تاني. الله ينور. حلو قوي. بص لما دوست الت. لما دوست الت بس. بص ايلا حصل. ليش البتاع بتاعة زوم دي بس مش عايزة تامشي. امشي بقى. طلع فوق عشان تختفي. تبقى اوتو هايد. لما دوست الت. ها? خلينا نقول مسلا التكاليف نديها الاحمر مسلا. ها دوست ايد. هايد اه بتاعت اه الت. ايه اللي حصل? اداني كده ايه حروف? مين شايف الحروف? الحروف مش زهرة في الشاشة ولا زهرة? انا مش شايف المعلش الشات. تمام زهرة ها? الحروف زهرة. الحروف دي معناها ايه? معناها انت انت دايس الت. تقدر تخش اي تاب من الريبون دي. فانا هدوس اتش. هخش اه. لما هدوس اتش الا هخش انا هي. هوم اه اول واحدة. عالشمال جنب فايل. صح? دخلته هوم. انا لدلوقتي عايز بقى ايه? دي تكاليف. مش عايزها باللغضة. عايزها باللغضة. عايزها باللغضة. ماشي? اهو مدخل على الفيس كالر. الفيس كالر يعني ايه? اللي هو اه شفت دسته غلطة انا. الفيس ايه هي. الفيس كالر. اللي هو اه اه يعني اه 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 اللي ظاهر من اه اه الكلام. البتاع ده التكست يعني. تمام? مش مش الخلفية بتاعت التكست. لا الفوند الفيس كالر بتاعه. طيب. ها? مين يعرف يعمل تاني? انا بقى اتعلمتها بقى عم موفق. وهم واختار اللي اخضر. صح? واقف هنا. واختار. شوف بقى ازاي بقت سريعة ازاي? مسكنا الماوس. الاتنين دول مع بعض. مش اه يبقى ربح. والت اتش اف سي. واختار اللي اخضر. معليش لعبة يعني ايه ايه? اه اه اتقول ايه اعمل انت بتعمله دا تضيع وقت? لا اقول لك معليش هو يعني ايه? مهارة. والت اتش اف سي. انت مهارة محتاج تكتسب. احنا فين? اهي. تمام? طيب. اه اول هوم بس فيها الالوان? لا. ده فيها بولد مثلا يا سلام. طيب ما تدينا بقى اعمل حاج اطلع بالماوس. ويه اقدر اعمل برضو اتش. بي. مع ان على طول كنترول بي على طول. يعني انا ممكن اعمل كنترول بي على طول. تمام? اه اقدر اعمل ايه? الخطة اكبرو شوية. عايزين نكبر الحاجات البروفيت دي والنبل لا خليك. اللي ايه اف جي ديت. اشوف الخط كبر شوية. اعمله تحتية خط ماشي. او خلي بقى الايه اللي ايه اللي تحتية خط علشان. يبقى الت اتش. تلاتة. اللي هو اندرلاين. بس ان هي مطروحة ادتنا الجروس بروفيت. نطوح التكاليف يدينا. النيت بروفيت. تمام? هو ده بس اللي موجود لا انا انا شايف هنا عندي في الكيبورد في القصدي في الكليبورد. بص لما ما درست هنا ايه? اداني الكليبورد. كليبورد فيه ايه? ممكن يكون في حاجات انا آآ ضايف وعمل. ماشي? آآ طيب. آآ عندي هنا كوبي وبيست وآآ حاجات دي كلها. احنا عارفينها وحافزينها صح? هتقول لي كوبي يا عم كنترول سي. طيب بقفة ده انا مش عايز اعمل كوبي انا عايز انقل. قص من هنا ووالزق هنا يبقى كنترول اكس. طيب بقفة ده انا كتبت حاجات هنا غلط. واممكن اعمل كنترول زد. صح? اه يبقى الحاجات دي كلها تجرب كده تكتب بالماوس قصدي من غير ماوس وتتحرك وتكتب في الاكسل. اقول لك اه دي احنا شفنا هنا ازي ما شفنا كده عندي الكوبي والبيست وبرضو الكات والبيست وشفنا اللي هو التراجع هنا التعامل مع الفونت ازاي اختار مسلا فونت ده مسلا عايز فونت اخر. تقول لي بقى انا تبسك الماوس ليه بقى احنا مش اتفقنا من نمسكش الماوس اقول لك حاضر. انا متعود بس امسك الماوس بس اهو. اعمل كنترول زي اللي انا عملته. وايه اه ده اعملو بالماوس برضو ايه? برضو ايه احنا لسه في الاتش. قلت اتش. وخش على ال اف اف. اختار الايه? ايه اللي هو الاندالوس دي حاجة يعني او الالجيوين حاجة كده رهيبة. هادي الانكوم استيتمنت. شوف ازاي حاجة غريبة كتحس ان يعني ماشي. اه يبقى انا اقدر اختار خط اقدر اختار حجمه. اه تقيل ولا بولد ولا خفيف. اقدر اقول المسلة ما تحط لي الاندالوس ده الناس بتهتم بيه حطه لي ايه? خليه كنترول بيه. تقيل. وخليه تحت خط يا عم. حاضر. هو ايه تاني? عايز اطالك ولا عايز تكبر? اكبر. ماشي. اتش. اف جي اللي هو بيكبر شوية ده. تاني اتش اف جي. شوف ازاي. اوه راجل بقى عايزك تحفظ الحاجات دي. هاحفظها يا عم كل ده. لا مش ما تحفظ. انت بس لو قفت على الالت. بص ادك ازاي? عايز تخش تاب. اف. تاب فايل دوس اف. عايز تخش تاب هوم. هتدوس اتش. طول ما انت ايه? يعني دايس على الالت. انا لسه دايس. ما شلتش ايدي. واخب بالك. تمام? احنا لسه في الاتش. يبقى نخش في الاتش. اه بص الاتش. اول ما دخلت في الاتش. انا شلت بقى دلوقتي ايدي من على الالت. انا دوس تلس اتش. عندك الكوبي والبيست اهو. والفي والاكس والسي. والحاجات دي. الاف بي ده اللي هو الايه? الكليب بورد تفتح نفسها. عندك دلوقتي البولد والحاجات دي كلها بتاعت الفونت. طب ويه تاني? انا عايزين تبقى المحاذاة مين ولا شمال? من منطقة الالايمنت. تمام? يبقى عندنا هنا منطقة الفونت. منطقة الفونت بسرعة كده نقول دي ايه? ده الفونت. نوع الفونت. ده حجمه. ده هنا اه تييل ولا اه خفيف. هنا اتالك ميل. اتالك ده ميل ولا لا? تمام? هنا فيه اندرلاين تحتي خط ولا لا? او فيه تقدر تعمل دابل اندرلاين. يعني خطين. ايوة كده احنا دي اللي احنا عايزينها. دي اهم حاجة. البروفيت. تقدر تعمله تصديل. تقدر تكبر. جلام جميل جدا. تقدر تصغر. ماشي لا خليه كبيرا. انا بالله كده اوص احنا عاملين الحمد لله ايه? اه مليون وخمسمين. هنا ده تعمل بوردر. بوردر للايه? للبتاع ده. طيب كلام جميل. اقدر هنا اغير الخلفية. خلفية. بس انا لازم ابقى عامل للخلاية اللي انا هعملها اهو. الخلفية بتاعتي فين? اهي. كل ده بقى احنا يعني انا شغال بالماوس بس اقدر اعمله الحاجات دي اهو. اعمل كنترول زي. اهو. عملت كنترول زد. اعمل اسكيب عشان تطلع اقدر اعمله من غير ماوس اهو. والت اتش. واتش تاني عشان اخش فيه الخلفية واقدر ازلله شوية مسك. تظليل خفيف كده. اه والله ده فلوس يا عام ده اخضر يا عام انت مش قلت الله احمر. والله احنا عاملين اخضر والحمد لله. طيب كلام اخضر خفيف ايو حلو كده. طيب الحمد لله. قائمة الدخل كسبانا. طيب. اه في حاجات تانية فيه كتير. فيه تقدر تعمل حاجات كتير تغير الفونت تغير الحجم. اه طيب الالايمينز. احنا خلينا بقى خلصنا من دي. خلصنا من الفور كالر. ويهيه الباك كالر. ماشي. طيب هنا اقدر اعمل ايه اللايمن. يعني اه محزاة. رقصية او افقية. خب بالك. خب بالك. يعني مثلا. اه عشان نبين المحزاة اللي هي الرقصية دي. تبقى في سقف الخلية واللي احتاجين نكبر شوية. نكبر مثلا الخلية دي. بص الكلمة دي هنا. هتبقى تحت الخلية. لا هنا تبقى في النص. هنا تبقى فوق الخلية. هتبقى لك عاملة ازاي? اه. لما تكبر بقى هنا بص. تبقى في مين? اللايمنت. ريت اللايمنت. ولا سنتر ولا ليفت اللايمنت. اه. اه. يبقى هنا دي كده محازاة افقية. لكن دي محازاة رقصية. بص تحت. ولا في الوسط. ولا. اه. دايما الوسط كويس. في الاتنين. طيب طولي بقى وعليش احنا دولة يعني التلاتة دولة احنا يعني اه. اه. ده ده احنا ده يعني ده عنوان القيمة لازم تبقى في التلاتة اعمدة. فقول لك خلاص فيه هنا حاجة اسمها ميرجر. ادمج هذه التلاتة اعمدة. وتبقى دي اللي افطة بتاعته. طيب بص بقى عايز اصغر انت كبرت اوي عشان تورينا المحازاة الرقصية دي طبية اجي عندي الصف ده. شوف الماوس تغيرت بتعمل ازاي? اعمل double click. هتاخد محازاة تلقائية. احاليا ولا يعني على ادها يعني مش ايه. مش محتاجين. ممكن لو وقفنا كمان ندي محازاة تلقائية لكل الاعمدة كمان. ده سلام كده اقل لك. حلوة كده يعني. ده كده ايه. اه ممكن نعمل بردر لكني لكل الفايلانشال استتيتمنت اللي معنا دي اللي هي الانكام استتمنت البسيطة. ونعمل اه زي ما انت عايز بقى عايز تعملها يعني آآ بخط واحد او خطين ما فيش زي ما انت عايز يعني هنا ممكن نعمل برضو يعني انت بتشكل الشكل بتاعك بتخليه شكله كويس آآ شفنا وشفنا شفنا النسب المقوي آآ السنة بقى عام النبي الحسن انت بص كاتب لنا كلام انا مش عايف هيدي خمسمائة الف ولا خمسة مليون اقول لك بص انا لما اعمل على الخلية اللي هي الاكتف سيل اقدر اتعامل معها بايه كات اخد المحتاجات بتاعتها كوبي يعني اما كات دي هتقطع وتنقل في حتة بتانية الكوبي اخد نسخة بست يعني انسخ ليها فيها بقى بست بشل فيها حاجات كتير قوي انسرت مش عايف ايه لكن انا لو جيت تحت خالص في في حاجة اسمها آآ فورمات سيل فورمات سيل دي اقدر يعني ايه بقى اقدر تحكم في شكل الارقام آآ بص الرقم هنا انت كاتب لي خمسة وست سفار انا عناس زغليل اتا موفق مش شايف اقول لك ماشي خليها هاتي النامبر دي من احنا دي حانيا على جينول لا خانيا على النامبر واتلي اقول لي انا عايز فاصل الالفات ده والنبي يعني فاصل الالف ده اه دي فاصل الالف اه ودوس اوكي شوف بقى ازاي بقيت خمسة بني اخد بالك دي مش علامة عشرية العلامة العشرية هنا بعد الصفرين طب اقول لك طب والله يعني ايه انسخ لي بقى عشان مش اعمل كل حاجة في دي اقول لك ماشي فيه هنا شايف الفورشة دي دي الفورمات يعني اقدر ان انا اقوم ناسخ كل ده هنا اه بس اخد الالوان اخد الالوان هاتلي يا عمي دات احطها هنا ويه اه ودي اه اخليها هنا ودي تمام مبدئيا كده يعني هنا نقدر برضو اه نقدر بنوجع تاني ونجيب الفورمات سيل وآه نخش على النامبر النامبر تقدر تغير الديسيمال بليس مش عايزين ديسيمال يعني ما عندناش كسور بس عايزين الايه الالف اللي هو الوان ساوزان سيبريتور ده اللي هو فاصلة الالف اهي كده ده اعرف ان دي مليون وخمسمية الف تمام ومعليش بقى دي يعني صلح لي حتة ان انا مش عايز حاجة من هنا عايز اه ايوة شير البوردر اللي في الحتة دي ممكن برضو خش الفورمات سيلز وخش البوردر وشير البوردر اللي هنا مش عايز بوردر في اليمين خلاص احنا بس لما عملنا نسخة طيب بس كده لأ انت ممكن تقول لي مثلا اه بي حاجات تانية كتير هنا يعني هنا مثلا اه انسوت سيل ديليت فورمات الحكاية دي مش بتتعامل مع السيل بس لأ انا عايز اضيف هنا حاجات عايز اضيف هنا في في ارادات اخرى في فقدر اعمل اقف على اه اه هذا الصف واعمل انسوت بس هنا هنا هعمل ايه انسوت للصف اقدر اضيف عمود اقف على العمود كله واعمل انسوت للعمود اضيف عمود جديد او في عمود مالوش لازم اشيل او ديليت شوف ازاي مثلا يعني اه يبقى حكاية الانسوت والديليت دي مش للخلاة بس ممكن للصفوف والاعمدة طيب وكمان هنا في اه الاديتينج والفايند والريبليس دي مفيدة جدا 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 يعني اه تخيل ان انا عندي عاجات كتير في في الشيت الشيت بتاعتي كبيرة قوي وتعالى نعمل هنا دابل كلك عشان نساوي الصفوف زي ما سوينا الاعمدة ونخلي ده متيالي باللون الاسود احسن يعني الارقام هي اللي تبقى طيب بعد ما شفنا شفنا وشفنا اغلب زي ما قلنا ان انا عايز اعمل اي حاجة في الهوم اقدر ان انا من غير ممسك الماوس فتحيتلي بص ازاي بص انا مدوسش حاجة انا ده اسألت وشلت ايدي حتى من على الهول اداتني ايه الحروف اللي انا هدوسها بعد كده اخش على اي تاب عايز اخش على انسيرت انسيرت هنا اقدر اعمل انسيرت لشارت صغيرة كده مثلا تعالوا وضح لي كده مثلا يعني هنا عايزين نشوف الانكم استاتمنت دي مش عاكف نعمل لها نعمل لها شارت كده صغير بس لازم نبقى واقفين على اهو ادك كده شارت سريعة الانكم استاتمنت بيقول لك حجمها ادي ايه ده يعتبر تحليل يعني تحليل رأسي للقايمة المالية اللي هي كل حاجة متنسبة للسيلز يعني بس طبعا هي مش متنسبة هي معمولة يعني معمولة في جولايز حجم النت بروفت قد ايه من السيلز وحجم الكوستوف جول سولز قد ايه من السيلز وتيجي تقول لي لا ده في سنين تانية كان نسبة البروفت للنت سيلز كانت اكبر من كده ويبص دلك يعني كزا شكل الشارت في ثانية تقدر تضيفها للشيت بتاعتك عفوان هدعمل كنترول زد لو انا سحبت حاجة غلط احنا بصينا كده على محتوات الهوم تعال انا بص على محتوات الانسرت تقدر تضيف تابل او الاستوائشن الاستوائشن شيء مثلا تضيف مثلا سهلة مثلا تقول لي والله هنا دي الكوستوف جود صولد مثلا يعني اقول دي ده الكوستوف جود صولد ده ممكن نعمل شيء بتانية اضيف مثلا سهمة او اضيف اي حاجة اقول مثلا دي الجروس بروفيت يعني احنا بنعمل حاجات كده طوضيحية وبرضا نشوف كل كل تيبل او كل تيب فيها ايه من الريبون الشيبز طبعا حاجات كتير مش بس الاسهم في الشيبز كتير بس طبعا حسب استخدامك لها تحتاج هنا بيقول لك اوه يعني اكتر حاجات انت استخدمتها وانا باستخدمها على جهازي هنا هتطالف الاول دي حاجات اللي هي اقصر استخداما والاروز الاسهم في اسهم كمان يعني ملتوية او مكسورة فيه اكتانجلز تدرى تحطات فيه بيزيك شيبز فيه يعني مسلس بيزيك شيبز يعني اشكال رائسية او اساسية المسلس الحاجات دي سهم بقى بس يمكن يعني افضل شوية انه هو يعني اا عامل كده يعني شكله صناية الابعاد شوية مش مش خط واحد كمان تقدر تديف من الاستوريشن الاكوشن شيبز وي دي حاجات كتير قوي حاجات وضحية بتخلي شكل الشيبز جميلة جدا والبيكتشارز هنا تقدر تضيفها وفيه السمارت ارت السمارت ارت ده اا ممتاز جدا تقدر تضيف يعني خريطة توضحية تقدر تااااااا الاستاااااااااااا." طيب وزي ما شفنا هنا الشاوتس بقى يعني احنا شوفنا شاوتس هنا احنا آآ قلنا له يعمل لنا حاجة هو من عنده يعني احنا ممكن لا انا اقول له لا انا عايز انا اللي هي البارز دي او برضو شكل البارز وانا اعملها انا من نفسي بس طبعا مش حلوة لان ما دخلتش في التفاصيل بتاعتها لسه عايز اعمل التفاصيل اللي هو ايه ان انا اقول له آآ كل حاجة اللي يمثل كل حاجة اللي يمثلها يعني في آآ وزي ما قلنا لازم نبقى عاملين سلكت للأرقام اللي انا عايزة رسمها بالشارت مسلا هنا هو عمل لي مش عاجبيني مسلا شوف حاجة تانية في مابز دي الحاجات الشائعة اللي موجودة هنا في حاجات تانية هنستخدمها بعدين تمام البيش لي قاودت ان انا ما اجعل اطبع مسلا ابقى محتاج آآ البيش ستب وانا يعني اعمل اعمل لها اعداد للصفحة ايف ده انا عايز اطبع هذه الانكامستثمينت البسيطة الزغيرة اللي انا احنا عملناها سوا مع بعض بتيجي لما تيجي تقول لي تعالى اعمل كده برينت بريفيو معاينة للطباعة هلاقيها آآ زغيرة خالص طب تعالى نعمل البيش ستب مع بعض البيش ستب مع بعض علشان اقدر اقول مسلا ايه ادجاست اللي آآ كبر شوية الصورة لحيس ان انا القايمة الزغيرة بتاعتي دي تبقى ايه شكلها افضل شوية لما اجي اطبعها واجي اعمل برينت بريفيو هنا طيالي كده افضل في الطباعة في الطباعة انا انا بنتكلم في الطباعة عايزينها على آآ يعني لو انا عايزها على آآ صفحة واحدة فبدل ما آآ البرتري اوريينتيشن اخليها لاندسكيب خليها لاندسكيب لحيس ان انا اقدر ان انا اصبط وميجو مع بعض في حتة واحدة ممكن ناجي يعني آآ على دي واخليهم يعني يثبطوا مع بعض باصل الاسهم دي مش مش محتاجينها يعني مثلا لو انا جبت ده هنا يعني اقدر ان كده حاجة بسيطة بس ممكن كده يجو مع بعض في ايه في ايه لو هضع لاندسكيب واقدر ان انا احدد الاريا هنا البرنت اريا حدد البرنت اريا بتاعتي بس عشان انا مش محدد ممكن احدد مثلا من اول هنا كده واول هي دي البرنت اريا بتاعتي اللي انا عايزها بحيث ان انا لما اجي اعمل برنت بريفيو الاقي الاتنين طلعوا مع بعضهم طبعا عايزها بقى انا زي ما قلنا كده او او اوريانتيشن او بورتري اوريانتيشن يعني مش مش مشكلة زي ما انت عايز بس هتزبط الايه البرنت اريا البسطاب برضو مش بس آآ علشان الطباعة فقط ولكن كمان ممكن تزبط منها الموجنز الموجنز احنا دلوقتي خلاص عملناها ايه يعني لاندسكيب يعني الصفحة بالعرض مش بالطول اقدر آآ يعني ازبط منها الهوامش اقدر ازبط الهوامش منها يعني خلي الشرط اللي هو لشكله مش مش حلو ده خلينا نشيله ونرجع تاني الانكامستثمينت احنا بنحاول نستعرض يعني الوظائف الاساسية في كل آآ تاب اتفقنا ان انا لو انا بره خالص لو انا بره خالص عفوا لو انا بره خالص على الهوم او على في اي قايمة ودست alt هيديني آآ هيديني alt ايه آآ عايز اخش او ان insert او بي خش بيش لي اوت البيش لي اوت اهو لو انا مش مسك الماوس خالص اقدر اعمل ايه اقدر اغير بتاعت الصفحة بورتوري ولا لاندسكيب زي ما قلنا كده ايه بس ايا كانت آآ كنا عاملينها لاندسكيب خليها بورتوري اهو من غير زي ما راجل بيقول لنا ما تفتحش خالص ما تلمس الماوس خالص هنزل اشوف هنا الطباعة الطباعة طبعا مش باينة لان احنا كنا محددين الايه آآ كنا محددين البرينت ايريا ممكن نعمل كده دلوقتي البرينت ايريا دي بقى دي خلاص طبام بنرجع تاني لالت بنبعد الماوس خالص عندنا اقدر اخش آآ من آآ من آآ البي ومن بي دخلت جوه التاب اللي هي آآ لي اوت ممكن آآ ما دوس ام اخش جوه المرجنز تمام الباكراوند والبرينت تايتل والحاجات دي كلها طيب تعال نكمل آآ ممكن نبص برضو عالفرميونز الفرميونز لو انا من بره خالص ودوست قلب وهدوس ام هيوديني على التاب بتاعت الفرميولا شفنا ان انا بعمل اوتو صمح ما شفنا ازاي تضيف اي فونكشن او يعني جمع او طرح كده باربع طرق طريقة اللي انت تكتب يساوي وتبدأ تكتب الفونكشن زي صم مثلا وتفتح القص وتعمل الرينش بتاعها او تكتب المعادلة بتاعتك الفرميولا اللي انت عايزت تكتبها او تقف في الفرميولا بار وتكتب او في الانسيرت فونكشن اللي هنا دي اللي برضو جوه الفرميولا بار جنب الفرميولا ما بين الفرميولا بار والنيم بوكس والطريقة الرابعة اللي انا جيبها من ايه من التاب بتاعت فرميولا خلينا نقول مثلا انا ليس واحد مثلا واثنين وثلاثة هنا هو اقدر ادوس ALT H بس عشان ابقى بره خالص عند الهم لو انا ادوست ALT اقدر اخش جوه ال M للفرميولا وادوس you علشان اعمل ايه AUTO SUMMATION صح AUTO SUMMATION او اعمل AVERAGE اعمل اللي انا عايزه او LOST S او LOST ENTER دلوقتي اللي انا واعرف عليها هتديني الجامعة هتقولي اجمعلك دول اه بقوا ستة اه يبقى دي كده ايه زي ما اتفقنا ان انا واقوفي على الActive Cell دي الخلية دي هيظهر لي هنا اسم الخلية وهيظهر لي هنا محتوياتها اللي هي الفرميولا بار تمام؟ اقدر اعدل فيها واقدر امسحة زي ما قلنا فيه اربع طرق او يمكن اكتر يعني انت ممكن تكتشف اربع خمس طرق لان انت تعمل وتعمل والحاجات دي طيب في اي سؤال؟ يعني احنا كده بايه بنستكشف الريبونز تمام؟ الريبونز كل ما ت يعني تقلب فيها كل ما تمشي في الExcel اكتر كل ما تلاقي فيه حاجات اكتر واروع يعني فلذلك هو الExcel بحر كبير ما يخلص في قاعدة خلينا نحط التلت قوائم في ايه؟ في مكان واحد ايه رأيك يا جماعة؟ يعني عشان ما نتعبش في بقى في نقل اللينك من صفحة لصفحة وبتاع خلينا نحط اللي ايه؟ بعدها نعمل قيمتين التانين نعمل هنا يبقى كل واحد فيهم بس بينهم ايه؟ بينهم عمود دي هنسميها برضو زي ما هنا ودي هنسميها زي ما هناك نعمل لو ايه? العملية ده يا عليكي نوسع شوية نعمل هنا. مش عارف انا حس ان ده غريب شوية. وده كذلك. خلينا في العادي. ماشي. طيب بتاخد من هنا. تمام? صح يا جماعة? هي نعمة هي مش 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 حسة محاسبة ولكنها ايه? حسة اكسل. اه انا ممكن اعمل ايه بقى? نتفعل ان انا عايز امشي افقيا هدوس اه تاب عشان لما ادوس انتر بعد كده تنزلني الخليل تحتها. ممكن لو ايه كاتب ايه مليون خمسمائة الف وخلاص. صح? لو ما تقولي لأ انت خليك اشتر يا موفق وتقول ايه بيساوي. ها? وروحي هاتي من ايه? من هنا صح? بحيث ان بعد كده الارقام اتغيرت لو الارقام هنا اتغيرت مسلا راجل بعد كده ربنا كرمه وكسب اه سبع مليون مش ايه? مش اه مش خمسة مليون بس. والبروفيت زاد بص هنا اللي حصل. اه يبقى تغير على طول في الايه? في النيت بروفيت في في ايه ده اللي انا كان تبدو عليش انا ما حاجش ينبهني كده جماعة. صح كده? لسبيلين كده صح ولا ايه? خائم التغير في حقوق الملكية. تمام? الله ينور. طيب ايه احنا عملنا من ايه? خدنا من وهناك يعني شكل الان برضو مش ظريف. من الانكم ستتمن ويرامناه في طيب حقول الملكية دي الناس الناس اللي هي يعني عندك ملاك في شركتك دول ليهم ايه? هقول لك ليهم الكابيتل. اه الكابيتل ماشي. يبقى هنا نكتب كابيتل. بس لا قوليهم كمان الناس اللي ديول ليهم كابيتل بي اه انتم حقق ارباح دلوقتي مش عادي في كم? في تعليق هنا اه اللي هي الارباح المحتجزة. الارباح الغير موزعة. ارباح السنين اللي فاتت التراكمية اللي اتراكمت وما توزعيتش صح? ايوة. طيب كلام جميل او انت هنا كنت بتقول لي مسلا خلينا نرجع للمسال كده خمسة ما اي حاجة سبعة مليون ماشي زي الفل. الناس دول خلي الناس دي مسلا كان ليهم عشرة مليون. تمام? معملنش احنا هنا فورماد سيل للخلاية دي علشان آآ يعني نعمل لها المتالي مش محتاجين مش محتاجين اللي هو الارقام العشرية يعني اخدم ساحا وفاضي نعمل بس الايه الساوزان سيبيوتو والنور الألف برضو نعمل هنا بسرعة تمام كده يا جماعة يبقى احنا الناس دي ليها ايه عندنا او يعني اليوم في الشركة الصوت راح ما فيه الصوت كده يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم تمام دلوقتي طيب تمام الناس ليهم احنا قلنا بس الناس دي ليهم عشوة مليون الارباح المحتجزة المرحلة وغير موزعة هنقول يوم كام قبل كده هنا خمسة مليون مليون ونص ليهم هنا مثلا عندنا ليهم عندنا ايه حاجة يعني تلاتة ونص مليون بس يبقى كده ايه يبقى كده آه يبقى الايكوتي الجديد هنا هنكتب بقى هنا ايه الايكوتي الجديد اللي هيتحط في الميزانية مين يقول لنا بقى مين يقول لنا جماعة المعادلة هنه ما عايزين حد لسه فايق او يعني ما نمش خلي كل بولد مش عارف يعني كده بولد حلو كويس يا جماعة مين ما نمش الانكومستتمنت الداتنا البروفيت بلاس بلاس صح ماشي النيت بروفيت زي دي الكابيتل زي هو الناس دي ما بتقصوش مسلا ما عندهاش خسار مرحلة لا ازاي عندهر تيرون ايرنج طب مسلا فيه تغيرات في الايكوتي خد بالك يعني الايكوتي فيه حاجات بتزوده حاجات بتنقصه بس احنا بنقول حاجة بسيطة ماشي حاجة بسيطة يعني دايما يقول لك مثلا ايه زيادة راس مال تزود الايكوتي المسحوبات او تخفيض راس المال او تخرج شريكي قليل الايكوتي صح؟ فيه حاجة اسمها ان انا زود الاسهم او ان انا اعمل حاجة اسمها ان الشركة تنزل تشتري اسهمها تمام؟ دي بتقليل الايكوتي لو اينا قلنا مسلا خلينا نقول هنا برضو عندهم اسهم ايه بسموها اسهم المتالي اتنين اس عندهم مسلا ايه خمسة مليون تمام؟ اه يبقى ايه الحاجات اللي زودت الايه؟ الكابيتل الحاجات اللي زودت بقى كلمة ايكوتي دي معناها كل الحسابات اللي في الايكوتي ماشي؟ الكابيتل زائد الارباح المحتجزة الناس دي اليوم تلابتاشر خمسمية من قبل السنة ما تبدأ والسنة دي كمان نعمل بلاس كمان كسبنا مليون ونص جيالنا من الان كامل ستمين ناقص بقى اللي هي اسهم الخزينة اللي هي قللت ملكية يبقى عشرة مليون تمام؟ يبقى كده عشرة مليون فاتي كده هنا تقول لي بقى تعالى بقى يا عمهات الايكوتي بقى ابدأ كده بسم الله ما انا عين في الميزانية بالايكوتي ماشي؟ جيالك منين اكتب بعشرة مليون انت بقول ليها موفقة اكتب اه همالعمل ايه؟ كما تقول يساوي وجيبها من الايه؟ من قايمة التغارفة حول ملكية ليه؟ استفدت بايه؟ اللهم هي لو اتغيرت هنا يعني هنا لو ربنا كرمه وعمل سبعة مليون بعد كده بقى بسبعة مليون من كده كامل ست صفار البروفيت اللي هو كان مليون ونص بقى تلاتة مليون ونص الايكوتي اللي كان عشرة مليون بقى اتناشرة مليون كله تغير انت لسه هتقعد تنقل صح كده ولا لأ؟ يبقى دي اللي بيسموها الايه يعني ان انا اخلي بسموها يعني ان انا تبقى بتتنقل على طول من هنا ل هنا على طول مش لازم ان انا اقعد انقل الحاجات تانية طيب هنا بقى احنا ما كتبناش البالانشيت البالانشيت بتبقى اي البالانشيت دي يقول لك يا عمي بصي البالانشيت دي عبارة عن فلوس اللي لينا قصاد اللي علينا مقابل اللي اللي علينا بس طبعا انت هنا مش عاملها بشكل تعملها بقايمة داخل صح اه يعني يبقى تحت بعضي كده يبقى دي اسمها statement of financial position statement of financial هي هي ما علينا اه الايكوتي خب بالك ده حسابات الايكوتي كلها حاجات تزود الايكوتي وحاجات تقلله ماشي باتناشر مليون جايلي منين ما قايمة تغارش في حول ملكية طيب وعندي ايه تاني عندك يا عمي اللي بسموها الزمم او اللي بيليتي انا عب اقول لان في ناس بتقول زمم في ناس بتقول خصوم في ناس بتقول ديون هي كلمة هتحل المشكلة طويلت الاجل بقى وقصرت الاجل كم عندنا تمنتاشر مليون اه يبقى احنا هنا محتاجين نجمع محتاجين نجمع اه محتاجين نجمع ايه بقى? اجمالي التوتل بتاع الايكوتي واللياباليتي صح? مفروض يتساوه مع التوتل اسد تلاتين مليون طيب والاسد بقى هنا ايه? هقولك الاسدس بقى على بعضها زي ما قلنا كلهم على بعضهم من طولك اتناشرة مليون برضو هنا هقولك الاسدس برضو بانفع اكتب تمنتاشرة مليون? ولا بقى غشيم? مين يقولي? اكتب كم? تلاتين مليون? ليه? ابص تلاتة غشيم كتبت تلاتة مليون. تلاتين مليون ليه? لان لازم الاسد تساوي يعني الايكوتي مع اللاياباليتي. ايو بافو ما شاء الله ساز محمد النودين. اه الاسدس تلاتين مليون زي الايه? بتاع الايكوتي مع اللاياب. دي دي ميزان ايه بسيطة خالص خدناها من الايكوتي تغيرات حول ملكية من قايمة صغيرة خالص خدناها من برضو قايمة بسيطة خالص صافي المبيعات او صافي قضي المبيعات ناس يدينا نشيل منه يدينا حاجة بسيطة خالص عرفنا ازاي نجمع ونطرح في الاكسيل وننقل نعمل يعني اه من من هنا الهنا عشان لما ال 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 نيت بروفت ده او ال ال نيت لوس خد بالك نيت بروفت او نيت لوس لو الاكتر من هيبقى لص. يتنقل ساعتها ايه اللي هيحصل? ساعتها لو هنا هتخصم من ايه? ارباح محتجزة وغير مرحلة جاية لي اه من سنوات سابقة. وما توزعتش على المساهمين. صح? كل الحكاية ان انت كانت هتقل بيه الفلوس اللي جاية لك دي او الخسائر اللي ولكن هنا جاي ارباح الحمد لله. يبقى كده الكابتة العشرة مليون وتلاتة ونص وتلاتة ونص بسا سلعتاشر مليون ناصل خمسة مليون اتناشر مليون راحة الايكوتي هناك تناشر مليون وطمانتاشر تلاتين مليون والتوتل اسل تلاتين مليون يبقى الميزانية الحمد الله متوازنة. وعملنا تلات قوائم كده احنا كان الغرض مش نعمل القوائم. الغرض يعني نتعرف على شكل الاكسيل اللي هو المفروض ان الكورس ده. هو بيقول لك ايه الاكسيل كويك ستارت يعني ازاي تبدأ الاكسيل يعني من واحد ما عافش حاجة في الاكسيل اللي خالص. اه شرحنا اللي اوت وشرحنا الريبونز شرحنا المعدلات البسيطة تعملها ازاي والحاجات دي كلها. اه اه المفروض كمان نخش في يعني المفروض نخش في هو مديلك فايل اه تعدل فيه. احنا عملنا من من يعني احنا عملنا. امكان اشطر منه شوية ان احنا يعني قولنا نعمل احنا مسلا قوائم بسيطة خالص صغيرة. ولكن هي لو لو كبرتها لو هنا حطيت بقى هنا بنودل ايكوتي بنودل بنودل ليابيليتي الاسد كانت اسد وانج ليفد اسد وحطيت هنا ان شاء الله ميت باند ما هي نفس الكلام ما خلاص هت اه لو موزولها هتتوازن والاوقام هنا تترحل ويعني ايه? انا عايز اقولك ان الكونسبت واحد صح? من ابسط اه قوائم مالية اللي واحد زي ما قلنا كده واحد محل محل بسيط خالص او شركة بسيطة خالص لغاية شركة عملاقة ضخمة ما هو نفس الكونسبت يعني هي ايه? اه هو دايما يقولك بتوع بتوع الايفاز الدولي او الجاب الامريكي يقولك والله هم دول القوائم التلاتة المؤمنة اللي انت بتعملهم طبقا لاساس الاستحقاق اللي هو اه 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 القائمة الوحيدة اللي بتتعمل تبقى للاساس النقدي او الكاش بيزي يعني اللي هي كاشف له اه 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 كاشف له دي ايه? اه والله بقى انا مليش دعوة بقى بالايه بالايرادات كلها انت ايراداتك سبع مليون لا انا يعني اقبطت فعلا اتنين مليون طيب اه انت كتب لي هنا كل المصوفات اللي تخص السنة خمسمائة الف لا انا صرفت فعلا اه تلتمائة الف لا وكمان فيه ميت الف اه تخص السنة الجاي ملوش دعوة هو بيخص السنة ما يخص السنة هو ليه دعوة بالايه? انا بتكلم في الكاشف لهو ماشي بالاساس النقدي لكن احنا هنا في الطالة القائمة دي شغالين بالايه? بالاكرو الاكرو البيز او اساس الاستحقاق اساس الاستحقاق اللي هو الايرادات بساج الارادات اللي تخص السنة والمصوفات اللي تخص السنة وبعمل عملية مقابلة مقابلة يعني ايه? مبدأ الماتشنج اللي هو مقابلة الايرادات بالمصوفات المسببة لها علشان اجيب الايه الصافي اخد بالك احنا عندنا يمكن اربع كورسات محاسبة في في الشهادة دي شهادة الف ام في ايه النهاردة بقت ستة عشرين كورس فعندك كورس محاسبة بعد ما انخلص الاكسل والارفانسل اكسل وعندك كورس الفينانشال استيتمينت قائمة القوائمة مالية وفي ايه اه 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 في ده 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 كورسين في في اللي هو الابريب كورس اللي هي الكورسات الاولية دي وفي في الكور عندك برضو اه اه كازا حاجة في القوامل مليئة أو المحاسبة والستاندار معايير المحاسبة والكلام ده كله فالله المستعان يعني المحاسبة واخدى كرسات كتير في هذه الشهادة وطبعا التحليل المالي وطبعا التقييم وطبعا النمزجة ده نمزجة بسيطة خالص اللي احنا عملنا ده ده نموذج بسيط خالص انت عندك واحد صديقك عنده شركة صغيرة اه ده يقدر يعمل قيمة صغيرة يعني دي مش ارقامه خلص يكتب ارقامه هو عامل اربعة مليون بس يكتب اربعة مليون وهتتغير الارقام كلها البروفي تتغير بس هنا طبعا ما وزنتش الميزانية لا اننا هنا لازم يعني ازبط حاجات ما ينفعش ان انا اقول كده ايه ان الايكوتي كده ما التوتل اسك كده معمولة اكثر من الايكوتي يبقى قليل تمام ولكن اقصد يعني ان ده نموذج بسيط خالص هي دي النمزج المالية انت تعمل نموذج للقوائم مالية تنفع تبقى بسموها ايه تنفع ان هي يتعمل بها حاجات كتير يعني تمسكها اي شيء تعمل بها قوائم طيب فيه ايه سؤال يا جماعة احنا ممكن ان نعمل قعدة تانية لان هو الاكسل بصراحة بحر واسع هو ايه قالك ان هو يشرح الريبونز احنا عملنا كده يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم تاتا تاتا يعني الواحد ما يعافش خالص اكسل يدر ان هو يعمل معادلات يقدر ويكتب ويقدر ويغير اا اا اكتر مهارة بيطلبها منك ان انت تحاول تشيل ايه لك من على الماوس وتخش على الريبون اي حاجة عايز تعملها بالريبون هتلاقيها موجودة اي حاجة عايز تعملها هتلاقيها موجودة فين في الريبون او يعني قوائم الادوات اللي قدامك دي متقسمة لتابز انا قدر اخش تاب هوم لما دوس على اتش تاب ان سيروت لما دوس على ان اا وهكزا تمام اا استاذ محمد بيقول اي اكسل هيمشي معايا في الكورس ولا لازم تلتمائة خمسة ستين مش لازم تلتمائة خمسة ستين انا بس قلت ان الحمدول لان هو عندنا عشان نشرح عليه لان هو شرح عليه ولكن برضو خد بالك هو ميزة تلتمائة خمسة ستين ايه ان اميليكروسوفت بتحدسه كل شوية فلا ممكن يكون مسلا عندي ايه اا اوفيس الفين ومش عارف وستاشر عشرين عشرين اوفيسات قديمة مثلا واش رح عليه عادي زي الفل انا والله ما فاكر الارقام لان انا من ساعة ما بقى عندي تلتمائة خمسة ستين ده والحمد لله اه فا اه ولكن اه المقصود ان احنا احنا بقول الحمد لله ان انا عندي زي اللي عنده ولكن يمكن هو كبان شرح الكورس ومسجله من بدري من كزا سنة فهتلاقي ايه هتلاقينا برضو عندي تحديثات اكتر يعني نقدر نخش دلوقتي مسلا نشوف الايه الامكانات الجبارة اللي هم كل شوية زودوها للإكسل إكسل يعني خطير جدا تقدر تعمل عليه قوائم يعني قوائم مالية كاملة تقدر تعمل عليه زي ما هو احنا هنشوف في شهادة الاف ام في ايه تحليل مالي كامل تقييم شركات كامل نمزجة مالية كامل نمزجة مالية كل حاجة يعني نمزجة مالية فينانشال مودلينج دي نعمل نموذج معاقت جدا وكبير جدا وصعب جدا ولكن زي ما بيسمون جينيريك والله انت تاخده عندك شركتك تنزل أرقامك هيقول لك واو ايه ده يا استاذ محمد العفرات اللي انت عاملها دي انت غيرت الأرقام بس بس هو نفس النموذج واخد بلك اي حد هيشتغل عليه يعني هيبقى هيزبط معي يعني هيشتغل تمام؟ دي دي كلمة نمزجة مالية الله المستعان احنا مهمتنا دلوقتي اهو الزمل اللي معنا ان هم يعني يحسنوا الأداء يعني علش يعني ما خدناش حاجات كتير لان اه انا حس الناس هتتدخيني ان احنا عمالين نتكلم في اه يعني بدايات الاكسيل اه ولكن هو الكورس التاني احنا برضو لسه ممكن نكمل في الكورس الاول ده لان هو الاكسيل البحر واسع قوي يعني لو عايز تقعد عشر ساعات هتقعد تطبق وتعمل وتغير وتعمل فرمات سل وتشيل عمود وتشيل صف وتدرج وتعمل قوان مالية وتعمل تحليل مالي ممكن نحل القوان مالية البسيطة جدا الهايفة دي اللي احنا عملناها مع بعض دي اخبالك هممكن نعمل هنا مثلا اه اللي هو بيسموه ايه الفرمات الشرطي اه اللي هو مثلا الميزانية دي لو ما توزنتش دي دير احمر لو الميزانية توزنت هي التوتل التوتل مع التوتل ايكوتي اه تعالي ناخد مثلا هنا عشان نقول دي التوتل ايكوتي اه لو ما وزنتش التوتل ايكوتي والليابيليتي مع التوتل الاسد يبقى اه يقدر ان هو يدينا مسلا فرمات شرطي كده يدينا لا يقولك لا يا عم دي ما ما يديك لون احمر بس تعرف تراجع وتعرف هي ما وزنتش ليه ولكن احنا عملناها بسرعة كده عملناهم كوبي وبست من بعد انت ممكن تعمل صفحة يعني كل كل شيت هنا بحيث ان تعمل من كل شيت التانية ولكن زي ما بنقول احنا دلوقتي مهمتنا نحسن استغناءنا عن الماوس وعايزين نعمل كل الوظيف من الايه من الريبون من الريبون زي ما قالك كده ان انت ايدك على الكيبورد ما تتشلش هتديك سرعة وهتديك وتديك فن فن يعني ايه يعني تبقى سريع كده يعني تحس كده ان انت عندك سرعة كده فبتحس بالمتعة ان انت ما بتمسكش الماوس لا نعمل تاك 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 من على الكيبورد فهو كورس بسيط ولكن نحتاجين نطور المهارات بتاعتنا حاول تستكشف في الريبون وتشغل ايدك فيه وحاول تشوف ونكمل ان شاء الله يوم اللي ايه يا جماعة? يوم الاربع ان شاء الله. في اي سؤال? احنا زباطنا بقى خلاص زباطنا خلاص. زباطنا معايدنا ان شاء الله باذن الله. السبت والاتنين والاربع والناس اللي هكامل معنا ان شاء الله يبقى ليه اكاونتات على الموقع. تقدر تحمل المادة العلمية والآآ اه السبت والاتنين والاربع ان شاء الله باذن الله. والمادة العلمية والتسجيلات هتبقى ايه على الاكاونت بتاع حضراتكم ان شاء الله بالتوفيق. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة